نسى مكملين مع حضراتكم فقرتنا الرياضية مع الناقد محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي يعني محمد كنا بنتكلم قبل موجز الأنباء عن الانتقالات الشتوية ودعم صفوف الأندية تحديداً الأوروبية في هذا الموسم تعال بقى نروح محلي ونشوف الدور المصري واللي بيحصل فيه وانعارف يعني فكرة اللي ابتها تبقى في أوروبا وقبلها كاس عالم وتنزل مرة واحدة محلي كده الموضوع بيبقى فيه شوية من الاختلاف الكبير أوي هم على رأسنا طبعاً بس المستوى الفني بيختلف يعني فأنا عوز عرف منك يمكن بارحة فريرة أعلن عن القيمة اللي هيلعب بيها مباراة أسوان وكان فيها يعني غياب للذناري وضم عبد الشافي شايف ده ازاي بتأكيد مباراة مهمة أسوان بيقدم مستوىات استثنائية وفي مباريات كتير بيلعب آه يكسب لأ لكن واحد زي ماليك إيفونا مثلاً نعلقة المباراة الأخيرة المصري وأسوان في ملاب الساد السويسي الجديد وسرق سرقة مشروعة للثلاث نقاط أسوان كان فوزه الرابع فهذا ما هو يكسب يخسر ما بيتعدلش كان قريب من أول تعدل في الموسم لكن الفوز بوجود ماليك إيفونا هذا اللعب الجابوني القادم حديثاً فاكرينه كويس أول لعب مع النادي الأهلي وكان مسجل في مرمى الزمالك هدف من الأهداف التي لا تنسى في استاد بورج العرب الإسكندرية أول مباراة لي نزل في دايق أخيرة من الشرط التاني قدر أن هو يلعب لعبة حلوة قوي بأنه يحط المدفع في ظهره ويكسب ركل الجزاء ويجيب ركل الجزاء في اللحظات الأخيرة فيفوز النادي أسوان ده بتديله كريدت بشكل أو بآخر أنه ليه لا ما يكملش حتى وإن كان عنده أزمة مالية وتم الأعلان عنها بفكرة أنه حتى الطيران ومشكلة انتقال فريق نادي أسوان من محافظة الأخرى لكن يبقى أسوان بما بنى أو عمله الكابتنا رباية ياسين في بداية الموسم حتى وإن خسر ثلاث مباريات وبعدين ماشي وتولى أدارة فلنية جديدة كابتنا أيمن رمادي جاي من الإمارات بفكرة مختلف عالي قوي شيك مش وقفته بس على أرض الملعب فكرة الشياكة في إدارة المباراة والمرونة تكتكال اللي بيعملها على أرض الملعب مع مجموع من العمين في تكر زي ما لي كفونا في الهجوم محمد حمدي زاكي المتقلق أو عيد اكتشافه مرة تانية في أسوان ففريق خطير احنا كلمنا على أسوان لكن بقى الزمالك جوزفالدو فريرا هذا الخبير زكي هذا رجل دخل محمد عبد الشافي اسم كبير تقيل كابتن وقائد لنادي الزمالك ممكن قد لا يستخدم في هذه المباراة لكن زي وزي شيكبالة فيه لازم الناس كده تبقى على دكة حتى بيكون لها فقل بشكل أو بخر وجودها على الأرض ملعب بيكون مؤثر حتى وإن كان مش في أفضل حالاته أو في أفضل جهزية الزمالك لا متكامل أنت عندك أحمد زيزيزو وأفضل لعب موجود في مصر في السنوات الأخيرة مجموعة من لعبين المتقلقين أوباما حتى شكبالة لما بنزل بيعمل حالة بشكل مختلف شوية إحنا بس الزمالك لما كان في النقاط هو متعادل مع عادة نقاط لأهلي بس الناس ما ركزتش قوي بس في فرق أهداف يعني هو متصدر بفرق الأهداف لكن الناس ما ركزتش قوي مع الزمالك زي الأهلي بفكرة فقدان النقاط لأنه الزمالك كان فوزين يتعادل مطش يفوز يتعادل مطش بعده لكن الأهلي جالوا فكرة التعادلات في 3-4-5 مطشات وراءة بعض وده اللي خلا الناس تركز قوي مع نادي الأهلي إنه لأ فيه تذبطه بشكل أو بأخر فيه المستوى والنتائج لكن الزمالك كان رايح جاي بس فكرة أنه عنده واحد جزوطاته في رقم ممكن يبدأ المباراة في شكل حلو قوي ويعمل تغييرات أو يفكر في أفكار حتى وإن كان ماشي بشكل كويس ممتع تبوز هذا الشكل لكن هو بيدي اللعبين لأنه عارف كويس قوي إنه عنده نفس طويل وتحدي كبير والأهم دوري أبطال بفرق يعني دوري جاله بالصدارة مرتاح بأمانة هو بيلعب بيأدي لكن مش هو مساعدش نفسه نفسه فينا الساعداته زي الأهلي وفقدان النقاط فيوتشر وفقط بعض النقاط برمز وخسارتين من الزمالك ومن الداخلية أتذكر كان أول فوز الداخلية ففكرة أنه في بعض الفرق بتساعد الزمالك مع تقلق الزمالك وكيفية الفوز حتى في لحظات الأخيرة على البنك الأهلي مثلا برأسية يوسف أسامة نبيع على سبيل المثال أو خط في التلات نقاط فكرة الثقة في أنك هتفوز ودي بتدي ثقة أكبر عند الجمهور وتخليل غاية آخر لحظة عنده واثق أنه فريقه ممكن ينافس على اللقب للسنة الثالثة على التوالي حلو للزمالك لكن الأهم بالنسبة لجمهور زمالك ومجلس إدارة الزمالك ولعبي الزمالك دوري أبطال إفريق البطولة لها أولوية عكس النادي الأهلي الأهلي جاب عشر بطولات وصل النهائي ثالث على التوالي وصل النهائي كاسعان لديها حتى لوصيف للوداد المغربي بقيادة الرجراجي كان لكن لا الزمالك أهم بطولة بالنسبة له في هذا الموسم هي دوري أبطال أفريقيا ولو جيت دوري كمان معها هيبقى أنجاز كبير جدا لأنه من 2002 زمالك ما ضقش طعم دوري الأبطال صحيح نتكلم عن مباراة مهمة جدا بين الأهلي وبتيرامدس بكرة إن شاء الله فيه ناس كتير بتقول يمكن تكهنات على أنه بكرة ممكن تبقى آخر مباراة لعبدالله السعيد مع بيرامدس هذا صح ولا لا صحيح نتكلم عن زمالك الراجل عنده داخل 39 38 يعني هقرب على 40 هو في نادي زمالك صحيح معدى النفيس لا يصدق من اللعيبة اللي لما بتكبر بتحلى فنيا على أرض الملعب بشكل أو باخر حتى لو أبطأ تحركاته بطيئة نسبة لذلك أنا في وقت من الأوقات هنا في صباح الخير يا مصر قلت مش هو اللي يستعان به في مدخب مصر كلعب أساسك صانع على العب ولازم يكون مثلا واحد زي محمد مجدي أفشا هو اللي يبقى عليه العين في أنه في 4-2-3 هو اللي يبقى بيشغل أو بيعمل الحركية الهجومية أو بيخدم على الأداء الهجومي أو صناعة اللعب عبدالله كبير تقيل مش ممكن يستفيد منه في كتير من المباراة لكن ليه وقته صحيح في تجميد اللعب في صناعة اللعب في نقل الكرة بالشكل السهل والثالث اللي هي تطير واحد زي زيزو واحد زي إمام عشور اللعبين المؤثرين الأجنحة اللي بتطير وبتسهل حاجات كتير هجومية اللي نادية الزمالك أنا عايزة أسألك حاجة هو اللعيد لو محافظة على اليقطو وكل حاجة بس بيوصل لسن كبير هل ساعتها إحنا فلا ما ينفعش يكمل تاني في الملعب زي اللعيب اللي عنده 22-23 سنة كريستان ورونالدو مثال هو نتكلم عنه رياح النصر للسعودي وكان ممكن يلعب في دوري من دوريات الكبرى وقد يعود للدورة الإنجليزية حتى ولو على سبيل أعرى قلنا لنيو كاسل يونايتد في فكرة تسوقية مختلفة بشكل مختلف أنه ممكن يرجع نفس الكلام الراجل محافظة على نفسه عبدالله السعيد أبطأ عن مكان الحال زمان لما كان بلعب الإسماعيلي بعدها الأهلي أو حتى الاحتراف فيه الخارج وتواجد في بيرامدز لكن يبقى بيطور من نفسه بيعمل تفاصيل تعود النقص في ناحية معينة مع الحفاظ البدني التعامل السيكولوجي أمور فانية كتيرة الدربات الثبتة وتأثرها تحرقاته بدون كورة بشكل أو بآخر بيخلق لنفسه مساحاته في نفس الوقت بيخلق لزميله مساحات بكورة بتطلع بشكل متقن بإتقن وطقنية عالية وده اللي ميديده كريد كبير ويفتقله من نادي الزمالك ولذلك قد يكون الصفقة الأولى في الشتاء اللي عملت 11 صفقة ما قبل بداية هدئة الموسيقى طيب ده فيما يخص لزميله لكن لو هنتكلم على الأهلي لأن يمكن أنت ذكرت أفشة فين هو أفشة؟ يعني أفشة مش ظاهر وفيه أسامي كتيرة أصبحت غيبة إلى حد ما عن الأضواء رغم أن الأهلي بيمتلك نجوم صحيح هل في مشكلة في المدير الفني في الاعتماد أو لسه ما فهمش يعني السيكولوجي أو سيكولوجيات كل لعب وعقلية لعب المصري في الأهلي تحديداً وبنتكلم على أن عبدالقادر برضو أصبح دلوقتي جاهز للانضمام لدعم صفوف الفريق تحديداً في مباراة برامدز الأهلي شايفوا إزاي في الفترة دي؟ الأهلي الأهلي معندوش اللي يخلص أنا أقولتها وأقولها مرة تانية حسام حسن على رأسنا ولكن لو يصلح لقيادة هجوم نادي الأهلي مش الكتجر بن عناد الأهلي ينفع مع سموحة ينفع مع فرق كبيرة لكن مش بتاع التخليص بتاع نادي الأهلي لسه تقليلاً منه بس فيه لعيبة عندنا كان لعيب اسمه حسن بولو كان هدف دوري مرتين مع الدخلية واسموحة ومع ذلك لم يتأقلم بالمرة مع نادي الزمالك فكرة أنه أنت بجيب ترس لازم يتحط وسط تروس يشتغل ويصرع الرتم كمان لا هو ولا شادي حسين قدروا أن هم يتأقلموا مع نادي الأهلي ولا كانوا يصلحوا لكن مرسيل كولار يقولك طب أنا ما جبتهمش في بداية الموسم وما جابوش غير تلا الصفقات فقط حتى يمكن لعيب اسمه عادي الميسي على سبيل المثال اللي هو جي للنادي الأهلي جاليس الدكا وكمان ما بيبقاش في السكوات صحيح هو أعلم بحالة كل لعب على أرض المعلم مرسيل كولار لكن أنا برضو بشوف أني فيه مشاكل في شخصية مرسيل كولار شوية تعيبه في نادي الأهلي آه لأنه ما فيه لعيب يكون أعلى مش فكرياً ولكن أعلم منه حتى في القرار وكلنا عارفين قصة محمد مجدي أفشا وركلة الجزاء اللي صمم أنه هو يسددها في مباراة فيوتشر أن المباراة دي علقت عليها حتى وضيعها في اللحظات الأخيرة وتعادل النادي الأهلي الأهلي دلوقتي بقى يتجر ودعيب كبير قوي يتجر الأسلوب الغريم صحيح يعني لو فريق عايز يجمل اللعب ويبطأ ويخليه هو يبقى تحت قيادة الفريق اللي قدامه آه بيحصل بيستسنق مباراة قليلة زي مثلا غزن المحل اللي كان خايف في ملعبه فخسر صفر اثنين لأنه معرفش يعلق النتيجة ويقدر أنه هو ماشي بالشكل ده لكن النادي الأهلي بشكل عام يحتاج لسرعة ترتم يحتاج لأسلوب أكتر فعالية مقدرش أقول أن مارسيل كولر هذا السويسري أنه لسه ما تقلمش أو ما تعملش مع العقلية اللعب المصري أو اللعب العربي بشكله ما عندهوش خبرات لأفريقية والعربية ولكن مدير فني جيد يحتاج لمرونة أكتر تكتيكية يحتاج لحالة من اللعبين سايكولوجية يتهيأوا بشكل أفضل لأنه لعبة النادي الأهلي في بعض الأحيان بنحس حتى الوجه نفسه أو تعبارات الوجه مش هي الحالة ما قبل المبرأة اللي تأكل لنا أنه لا الأهلي عايز نازل يأكل الكل ويأدي أداء زي الفل وهجيب تلات نقاط وأنه بنافس على اللقب والكلام لا ودي كمان حالة تألق شوية قبل فبراير بإذن الله الشهر القادم اللي هيشارك فيه في نهاية كأس العالم لأنه كممثل للقارة الأفريقية مع وجود الوداد كممثل للبلد المضيف المملكة المغربية يعني على كل أحيان نتمنى كل التوفيق لطبعا الدوري المصري اللي احنا كلنا أكيد منتبعه وكلنا أكيد مهتمين أن نحن نشوف الصفقات الجديدة لقطبي الكرة المصرية سواء النادي الأهلي أو النادي الزمالك وكل أكيد يعني الأندية المشاركة في الدوري المصري دايما يا عفيفي كده بتدينا قراءة وافية لللي بيحصل مش بس في الدوري المحلي لا كمان قراءة وافية للدوريات العالمية كل شكر لك على وجودك معنا كل سنة وانت طيب ويا رب السنة دي تبقى سعيدة عليك يا رب إن شاء الله يا رب أشكركم جدا وسنة سعيدة على الجميع يا رب إن شاء الله